مرحبا حلقة هالوسبوع خاصة بالولمبياد بباريس بتلاقوا فيها جيمز لسن بلانز نشاطات وروابط وكل ما بيختص بالولمبياد من موقع تيش بيسايد 125 فكرة متعلقة بموضوع الأولمبياد رح نحكي عن بعض مننا منبدأ مع النشاط يلي بتقدروا تحمله مجاناً Graph the Olympic Medals منذكر إحدى استعمالات هالرسم البيانة يلي هي متعددة ومنها أنه يختار الأطفال الدول يلي بدهم يتعقبوا إنجزيتها ويداونوا فيه كافة النشاطات والأفكار مشروحة بطريقة مبسطة لحتى تقدروا تطبقوا بسهولة وهي بتعود لكارين تريب مدرسي السابق وعمل أربع أطفال وهناك نشاطات أخرى مثل Olympic Ring Graph وليسن بلان عن الأينشنت أولمبيكس وغيرها ومحطتنا التالية هي مع إيريك مؤسس إيتا كيوت يلي بقدم لنا عشر نشاطات وغيمز متعلقة بالأولمبيكس منشير إلى كونا جميعاً مجانية منذكر بعضاً مننا Cross World Game وصميمه أنتو زي الرسمي للأولمبياد وغيرها كتير وختامة مع Epic Olympics لمات مصمم ديتشتا تاكسبوك يشرح مات كيفة النشاطات يلي استعملها بصفه من الموسيقى المواكبة للأولمبياد لتخلق جو بالصف للليدربورد مع وجود روابط لحتى تنتقلوا للنشاط ولعبة الروورز والإضافة للعب متوفرة على مواقع تانية منا بلوكيت كهوت كوزز وغيرها ترجمة نانسي قنقر